اشتركوا في القناة اللي هو عصر الجمعة اللي هو موعد بث الحلقة وعنا زاوية وخلوم مسار وانتقال القمر للأسد يعني توقعاتنا كلها رح تكون عن برج الأسد القمر الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 8.35 دقيقة من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح زي ما حكينا القمر موجود بالسرطان وموجود برضو في برج الأسد اليوم الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الجمعة طبعا الزاوية المتشكلة اللي بتأثر وهي ما قبل خلو المسار هي زاوية ذكرناها يوم أمس هي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين بلوتو اللي هاي ذروتها رح تكون الساعة 22 و 22 دقيقة من عصر اليوم الجمعة وتأثيراتها طبعا بدأت هي من ساعة تقريبا ما قبل الظهر ظهر يوم الجمعة ورح تستمر تأثيراتها لغاية ساعات تقريبا اللي هي ما قبل ظهر يوم السبت تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية في عنا خلو المسار للقمر وهي رح تبدأ الساعة 22 و 22 دقيقة من عصر اليوم الجمعة ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 3 و 15 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج من عصر اليوم الجمعة برضو لا ينتقل القمر ويستقر في برج الأسد يعني هاي المدة اللي احنا ذكرناها اللي هي أقل من ساعة فترة لا تصلح للبدأ بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 3 و 15 دقيقة عصرا من عصر اليوم الجمعة القمر خلاص بنتقل وبصير في برج الأسد يعني كل توقعاتنا رح تكون على إنه القمر موجود في برج الأسد عشان هي من بعد قليل منبلش نشعر إنه الناس صاروا من حوالينا أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية بيكون إنه التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفين مع الحبيب وبوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا خلال هذا اليوم اقتراض المال أو الاستثمار أو اقتناع حلي ثمينة أو تحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا أما بالنسبة للزاوية الزوايا المتشكلة أو اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم عنا أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين أورانوس وهاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم عشر ثلاث هذه الزاوية بتعزز قدراتنا الإدارية وتضفي جاذبية على شخصيتنا كما بتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين عطارد وبين زحل وهاي رح تطبعا مستمرة لغاية اليوم آخر يوم لتأثيراتها هي اللي بتسببنا التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحج من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي بضر بصحتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران الإيجابي اللي بين الزهرة وبين المشتري واللي اليوم برضو آخر يوم لإلها هاي زاوية بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك اللي بتسهل عملية التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبتسهل إقناعهم وبرضو حتى لو كانوا بيفتقروا طبعا للمرونة في التعامل كذلك بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بهذه القدرات مثل الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي طبعا اليوم دروتها ساعة 54 دقيقة عصرا من عصر اليوم السبت يعني تأثيرها طيلة النهار منهتم بشكل كبير ومشاكل المتاعب الآخرين من حولها كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون دروتها ساعة 10 أو 27 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها من ساعات تقريبا نقول للعصر عصر اليوم السبت وبتستمر لغاية تقريبا ظهر يوم الأحد هاي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون دروتها ساعة 10 أو 53 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني تأثير هاي زاوية رح يكون من ساعة ما بعد العصر اللي هو عصر اليوم السبت ورح تستمر لغاية ساعات ظهر يوم الأحد تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، والظهر، والجانبان هدول الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية ونبعد عن العمليات الجراحية الكبرى لإلها عمليات صغرى ما في أي مشكلة يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ، ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر، بما أنه موجود في برج الأسد، خلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين، ستة ثلاثة، بيبدأ في تمام الساعة ثلاثة وثمانتاشر دقيقة عصراً بتوقيت جرينيتش، يعني من يوم الاثنين، وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش، لا ينتقل القمر ويستقر في برج العذرة بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار المحدب، عمره 12 يوم في تمام الساعة 12 وتسعة وأربعين دقيقة ظهراً بتوقيت جرينيتش، بيصير عمره 13 يوم نسبة الإضاءة بتصير 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بنسبة 10% القمر في الأسد حتى يوم ستة ثلاثة سعيدة الآن بنسبة 15% في ساعات منتصف الليل وما بعد بيصير سعيد بنسبة 45% وبضل لغاية ساعة المساء، بعدين بترتفع نسبة السعادة لستين في المية عطارد في الحوت حتى يوم 19 ثلاثة منتحس بنسبة 25% الزهرة في الحمل حتى يوم 16 ثلاثة سعيد بنسبة 60% الآن في ساعات منتصف الليل، هاي الليل اللي هي الجمعة على السبت بيصير سعيد بنسبة 70% ويضل طيلة النهار بنفس النسبة المريخ في الجوزاء حتى يوم 25 ثلاثة منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمس سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7 ثلاثة سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثورة حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة إيجابية تستعيد شراختك وبتسحر الكثيرين بحضورك البهر الجو اليوم مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة لأنها الظروف ملائمة المبادرة طبعا بالأمور العاطفية والظروف ملائمة لا تقارب العاطفي المغازلة المصالحة لتكرار المحاولات إلا أجواء إيجابية ودعمة والحظوظة بتدعمك برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية اليوم القسط الأكبر من تفكيركم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تضطروا للاهتمام بتصلحات منزلية أو بعض المشاكل العائلية اللي بتحاول تحلها أهمش أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية وبرضو في بعض المصاريف الإضافية برج الجوزة اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصلوا على الفرصة القوية اللي تفسروا من خلالها مشاعركم وتبرروا مواقفكم بتنشطوا اليوم بالتنقلات والاتصالات وبرضو بكون لكم اهتمام يا بالسيارات يا بالإلكترونيات برج السرطان اليوم بيحملكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا أكثر حذراً بأي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم إش أنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل تطمئن خواطركم نوعاً ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إش أنكم تتفائلوا وأهم إش أنكم تتحركوا برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية لأن القمر خلاص بدي ينتقل وصير عندكم يعني يعتبرون أنه انتقل وصار عندكم وعشان هيك بترجع لكم طاقتكم وهذا الشيء رح يرجع لكم نشاطكم المفقود ووسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي هذا اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية الأمور وبتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تتحقق نجاح باهر برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر خلاص انتقل واستقر الآن في بيت متاعبكم فعشان هيك بدأ التعب يسيطر عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمروا من تأخير أو صوت فاهم أو التباس فبتكونوا تحاذروا من البدء بأي شيء جديد وما تسمحوا للقلق انه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط نظموا أموركم وضاعفوا مجهودكم أيضا برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة اطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف اليوم رح يكون ما بينكم وبين أحد الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء ما تبقوا واحدين لأن المناسبات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية هي اللي من خلالها المكسب والنجاح أخرجوا للقاء الناس برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء تقدموا أفضل ما لديكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منكم منكم تكونوا على قدر المسئولية وتعتبر هاي فترة صعبة شوي ضاغطة عليكم ولكن فيها كثير من المزايا اللي من خلالها يا بتدافع عن سمعتك يا بتثبت حقك وبتحصل على ترقية أو ترفية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر لبعيد والاتصالات لبعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة الأجواء لطيفة وهذا شيء رح يعزز الأجواء حوليك بأن كان علاقات اجتماعية أو عائلية أو عاطفية وهاي تعتبر فترة مثمرة على جميع الأصعادين برج الجديد بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبكم إطالة الخلاف والزعل حاولوا أنك تسارعوا لتقريب وجهات النظر باستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد والأبق ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بأرث أو موضوع مالي أو بعض الحسابات المالية المعقدة اللي كانت مسببتلكم إرهاق بالفترة الماضية اليوم ممكن تناقش فيها وبقوة برج الدلو اليوم بالنسبة لموليد برج الدلو ومش من الأيام القوية لأن القمر صار مقابلكم تماما هو بدعمكم من ناحية تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية يعني ما بينكم وبين الأزواج وهذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء وما تنفعلوا حول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعكم اليوم لا التوتر ولا الجدال علجوا كل تطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرعوا باتخاذ القرارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا لأن القمر صار في بيت العمل والصحة عشان هيك بتكن تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم لا تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العدوات وأيضا انتبهوا لوضعكم الصحي وقذوا قصد من الراحة وإهدأوا وكونوا عند حسن الظن هيت من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء